على جانب الطريق السريع الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء يجري إنشاء مشروع مقبرة النجف النموذجية في العراق مشروع لا يخلو من شبهات فساد مالي وإداري ويؤكد عليه محامون ومتخصصون قانونيون من سكان المدينة فبصرف النظر عن عدم تحقيق المشروع أي منفعة عامة أو حتى مالية لخزينة الدولة إلا أن المشروع نفسه فيه مخالفات قانونية وهدر للمال العام حيث يتم تمرير مشروع المقبرة النموذجية لمصلحة متنفذين تابعين للأحزاب الفاسدة وبمساعدة من المحافظ الحالي وهيئة الاستثمار العامة إحنا محامين مجموعة من محامين شفنا عملية فساد رفعنا صوتنا قابلنا رئيس مجلس القضاء الأعلى كتبنا وصلنا إلى نتيجة لازم نسلك الطريق القانون السليم الذي نستخدمه في حياتنا اليومية وهو القانون اتهامات أخرى طالت مسؤولا في المحافظة بمنحه موافقات غير قانونية لأشخاص بعينهم بهدف إقامة مشروع المقبرة إجاء الممثل القانوني للمحافظة وأنكر أنه أعطى المحافظة لموافقة لكن بدأ يخصص لبعض المواطنين موافقات وإعطاء تخصيص بالمقبرة النموذجية أنت من باب تقول أنا ما منطيهم الموافقة ومن باب تخصص للمواطنين يعني أنت له جاي تستغفل المحكمة له جاي تستغفل المواطن احتمالا نتيجتهما تبديد المال العام وضرب القوانين النافذة عرض الحائط فقط لأن الجهات المنتفعة هم أشخاص يتبعون لجهات سياسية متنفذة إجازة الاستثمار رؤوس الفساد ولا يخفى على الجميع أنه هذا المقبرة ليست لشخص واحد وإنما لجهات متنفذة داخل الدولة وهذا السائد في بلدنا أنه الاستثمارات جاية تروح الجهات متنفذة وبظل هيمنة الأحزاب على كل إدارة الدولة مشروع المقبرة النموذجية في النجف يكشف من جديد عن مدى استشراء الفساد في العراق إذ أنه ليس المشروع الوحيد الذي يحاول متنفذون تمريره بشكل غير قانوني بل سبقه مشاريع عديدة تم تمريرها بتسهيل من السلطات الحكومية في المحافظة وعلى أراضي الدولة